السلام عليكم و مرحبا و ألف مرحبا بكل متابعي قناة شهيوات فطيما مرحبا أيضا بالمشاهدين الجدد وصفة اليوم إن شاء الله عبارة على كيك بالمكسرات كيك ناجح 100% إن شاء الله غادي نشارك معاكم الطريقة المعتمدة عندي في تحضير هاد النوع من الكيك واللي هو كيك المكسرات فبالنسبة المتابعات اللي تابعيني قديم فغا تكونوا لاحظوا بأنني هاد الوصص بقليا وشاركتها معاكم تقريبا هدي سنتين هاد هو الكيك المعتمد عندي به هاد طريقة اللي غادي نشارك معاكم فارطائت باش نعود نحضر معاكم الوصف باش هكذا المتابعين الجدود يستفضوا من الوصف لأنه فعلا وصفة ناجحة 100% وكاتجي ناجحة كمية المكسرات موزعة وواحد الشكل المتساوي مهم بنسبة لأخوات لي ما كيش معاكم هاد النوع من الكيك ناجح فغيجوا به هاد الطريقة وإن شاء الله كونوا متأكدين هاد نجح معاكم الوصفة هنا من بعد ما استوالي الكيك فغنقطع لكم واحد مرسو للأمانة فهو باقي سخون يعني الكيك مازال سخون ولكن قطعت لكم مرسو بشوفوا معايا بأن الوصفة ركت جناج حمي بالمئة ومن بعد ما بردت را قطعت بعض المرسويات وحطتهم لكم في بداية الفيديو بشكل تشوفوا كيف كان جيدك الكمية دير المكسرات موزعة وواحد الشكل هائل فاستعملت واحد الملعقتين من واحد المكون اللي ستلاحظه معايا فتتمات الوصفة اللي كيعطانا واحد الهشاشة واحد الرطوبية اللي كيكا كجيها الى غجر والبوال بنات ركت جيم زينا فا بسمنا على بركتين لعلني اربع حبات من البيض بيض بدرجة طهرات المطبخ قبيصة صغيرة من الملح فقط لتصحيح الضوقة خنيشة من سكر مناسم بدوق او لا بنكهة زهرة البرتقال مايو عاديل سبعة اقرام إلا ما كاش كيعجبكم لوغو ديال الزهر فممكن تعوضوها بخنيشة من سكر مناسم بدوق الفانيليا او لا انا عادة كيعجبني خجمها بالروح ديال الكيك بالضبط كيعجبني خدمها بالروح ديال بالروح ديال لوز او للاغوم ديال لوز كجيها الى كيجيف اوял ماذاق خطير إلا عندكم خدمو به هنا ياخديت واحد الكاس من ياغور طبيعي او الزبادي طبيعي لانو المسوسة إلا كنا عندكم بدوق البانيا ممكن تخدمو به عندكم بدوق البانا في دهم بعضها مشكل كيجي انو سائل المضاقات ضفت بنفس الكاس يعني مايو عاديل 100 جرام 100 ميلي من الحالب وكأس من زيت نباتية 150 ميلي لترى الكميات يضيف المكونات جيدا مع بعضياتهم تقريبا 1 دقائق كمرحلة أولية اضفت كأس من الدقيق الأبيض مخصص للحلويات 140 جرام بقياس كأس العنب وهو المكون الذي يضيفه ملعقة كبيرة من الضراء الميزينة يضيف خنيشات 6 جرام كل خنيشة 8 جرام كل خنيشة 8 جرام 14 جرام نحن نضيف المكونات جيدا مع بعضياتهم حتى يفضل خليط السائل وحتى ما يبقى عندي اي تكتولات سواء دقيق او لدي النشاء او لدي الخميرة عدا بيش كنضيف الكأس الثاني من الدقيق الأبيض المخصص للحلويات يعني دابا خدمت بميتين وثمانين جرام من دقيق كنطرب الكل كيفما كتلاحظوا معي مزيان هناك الخليطة ديال كيك بلية مازال خفيف لهذا غضي نضيفه نصف كأس من الدقيق كيفما تلاحظوا معي ما يوعادي الـ 70 جرام فهو نصف كأس كيفما كتلاحظوا نصف كمسة مرة بالطريب المتواصل حتى تحصل على خليط الكيك اللي فاش كننهزوها ديك الفوي باش كنخلطو كي يبين نخيط هابط ما كيتقطع متاشي حاجة وعجينة كتكون متماسكة شيئا ما ما كتكونش خفيفة ما كتكون شاني تقيلة كتكون يعني واحد العجين ديال كيك يكون وسط هوا القاوم دياله واضح لكم بوضوح على الصورة هناك كنناخد 50 جرام ديال زبيب ما يوعادي ملعقتان كبيرتان 50 جرام مليبي بيدو شوكولات أو لحوبيبات شوكولات السوداء ما يوعادي الـ 50 جرام ما يوعادي ملعقتان ايضا وملعقتان كبيرتان من الجوز ما يوعادي الـ 50 جرام وهنايا عندي هادلي فخوي كونفي او فوكي المعسالة خديت منهم حتى وما 50 جرام هاديك العلبة كتوزن 110 جرام انا خديت تقريبا نصف ديالها ناقص شوية ما شين نصف كامل خديت تقريبا 50 جرام وهنايا كنضيف ملعقة كبيرة من سكر خاشن اي سكر حبيبات وكنا نبتل المكونات مع بعضياتهم وضع الكمية السكر هو كال من بعض منكم سيجل تسأل وكما يستعملون دقيق اه ممكن ولكن انا نضيف ملعقة سكر سكر نتيجة هائلة وعادة بيش طريقة ستلاحظون نتيجة نتيجة معتمدة للمول فهذا مول كبير كما تلاحظون في القاعدة ستكون هناك 26 سنتيم ولكن هو طالع وكي يفتح كي يوسع كي يقول عريض يعني هذا مول كبير لكي تعمل صغير وطبارك الله ما شاء الله رجتم معي الكيكرة تبارك الله جاءت كبيرة هنا نصف الكمية يعني الكمية الكبيرة كنا نضعها في الأسفل في الجهة التحتانية بالنسبة للمول كيف ما قلت لكم ما قلت لكم تخديم الكيكرة فقال قبل ان أخذر الكيك بدي الأمر ونقره مكمل ونضعه في تلاجة وفي الجهة السفلية ونضعه في تلاجة وكان في الدين وكان في المبلغ وكان فيه المكونة بلاد كيكرة وكان في التلاجة يستخدم كل ما تضيف طبقة الأولى كبيرة ستقتضع كيكرة كبيرة كمية المكسرات يكون متساوي وغير القياس المكسرات وستعانة بملعقة او لابس الباتل ونهز القليل من الخليطة الكيك ونبدأ نوزع الكمية المكسرات حتى نغطيها لا نوضع كمية كبيرة نغطي هذه المكسرات بشكل متساوي ثم نعود طبقة اخرى من المكسرات ثم نعود كمية الخليطة الكيك ثم كطبقة اخيرة نوضع المكسرات المكسرات كتبكة المكسرات كتبكة ثم نتجلب المكسرات كما تلاحظون من حتى تحصل هذه النتيجة ثم ندخل المكسرات المكان المصدر لالفرن سخنته المسبقين بلدرجة 100 فهذا الفرن يجب ان يكون لديك انه مجهد ويعر ستخدمه بمئة وسبعين وثمانين انا بالنسبة لي هاد مئتين هي اللي مضبوطة عندي فيها بنسبة الكيك والكبكيك والميوم اي نوع ديال الكيك سوف ندخل الكيك و نشعر علي فقط من الجهاز سوفلية حتى يستاوي و يتحمر و يتفقع كيفما لاحظتم عيه ما شاء الله فكتجي كمرتافع كهائلة و نخرجها من الفرن فكتزولة من المول بشه هكذا كتزولة يعني بكل سهولة ما كتلتسق متى شي حاجة فاتبارك الله ما شاء الله كيما لاحظتم عيه جات عالية و مجمرة مزيان سوف يتزولوها من من المول ديالا و كتخليوها على ديك القريح تكتبرد عاد بيش كتوضعوها في صحن التقديم كيفما كتلاحظو معايا انا هنه بعد ما بردت عادة باش قسمت لكم بعد المرصوية باش هكذا يبنوا ليكم بوضوح كيف كتجي ديك الكمية ديال المكسرات موزعة بالنسبة لواحد الملاحظة مهمة فورن فقد اكد لكم الفرن لديكم مرة يمكن لديهم فرن ليس لديه فرن ليس بالمدوام و اتطيبوا في اليوم و اغدا اليوم و اغدا حتى تطيحوا على الطريقة كيف يشط طيب الخبس و كيف يشط طيب الكيك و كيف يشط طيب القراطة و البريوش و بطبوت لبيني فهو يطبع نفس درجة الحرارة وبنسبة الكابكيك والكيك والمافن فكيطبو احتمو بوحد درجة كتطيح اليوم على الطريقة باش كتطيبة كتبقيك تعتمديها هذه هي وصفة اليوم اتمنى نكون فتكم انا وبالقاليك نقول لكم اسلام عليكم وفي امان الله لحلقة قادمة ان شاء الله